السلام عليكم و مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم ان شاء الله سوف نوريكم كيف تفتحوا حساب بنكي بصفر درهم أي هاسيدي بصفر درهم مجانا فابور والجميل هو أن هذا البنك تقدروا تفعلوا به البايبال وتسحبوا به فلسكم منه وتقدروا تسحبوا فلسكم كذلك من الشبك الأوتوماتيكي القيشي وتقدروا تشريوا من المواقع الإلكترونية الأجنبية كعالي اكسبريس علي بابا وشين وبثبت المواقع الأخرى وتقدروا تخلصوا الفلاتر ديالكم الكهرباء الماء الهاتف وجميع الخدمات الوطنية كذلك والأجمل من هذا الشيء كامل هو أنه تقدر تنشئ الحساب ديالك من المنزل دون الحاجة للدهاب إلى الوكالة البنكية كان بالسؤال اللي بقى لكم الآن هو كيفاش نفتح هذا الحساب إذن على بركة الله تبعوا معايا هذا الفيديو ولكن قبل البداية ما تنسوش خوتي دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش تكونوا على القرص وتوصلكم لفيديوهات ديالنا أول بأول لأنها فعلا فيديوهات حصرية وغتستفدو منها بزاف إن شاء الله إذن خوتي غنوريكم طريقة صحيحة للتسجيل وإنشاء حساب في البنكة في تجاري وفا بنك بانكة ليك وكملاحظة هذه طريقة حصرية لأنها طريقة جديدة بعد التحديد الجديد أنتع 2021 إذن تابعوا معايا الشرح إخواني فأولا كنمشوا الجوجل كندخلوا وكنكتبوا البانكة ليك من اللي كندخلوا كنلاحظوا أول اللي نطلع لنا هو اللي كندخلوا له من بعد هنا كنلقاوا أوفغير مون كونت وهنا كتبلينا واحد الاستمارة خصنا نعمره فيها المعلومات ديالنا فمثلا هنا كنختاره الوبراتور اللي عندنا مثلا تصالت المغيب أورنج أو إنوي هنا كنختاره الرقم الصحيح ديالنا وهنا كنديرو الإيميل ديالنا وهنا كنحاولو نكشيو هاد ليتروها كاز هنا ومن بعد هنا كنوافقوا على الشرط ديالهم وهنا كنديرو بأننا مشروبو اسكالي هنا كنختاره مثلا حاولو بجاوبو بجاوبة صحيحة باش يتأكدوا بأنكم مشروبو وبالتالي هنا كندبال لكم هاد العلمة كنديرو انفايي مباشرة ملي كنديرو انفايي هنا كيقولون بأننا غنصرت لكم واحد الليان في الاس ام اس فهذا النميرو ديالنا لدخلنا غتمشوا دابة الميساجات ديالكم غدي تلقاوا واحد الليان غتكوبيوا هادك الليان وكنحطوه في جوجل كروم غطلع لنا هاد الوجهة على هاد الشكل اذا غتي خصنا واحد المدباس مني غتي نجيب هاد المدباس غدي نمشيه الجيميل اللي يتسجلنا به غدي للقاو واحد المساج على هاد الشكل هاد فهذا الكود اللي عندنا هنا هوا اللي غتي ندخله هنا يا في المرة الأولى وهو المدباس ديالنا في المرة الاولى من بعدها غدي نكملوا لسطب ديالنا اذا هنايا غدي نكملوا عملية تسجيل غن ناخد بطاقة الوطنية ديالنا وغادي نحاولو نصوروها من الوجهتين حاولو اللي اخليكم تكون صورة واضحة من الجهة الامامية وكذلك من الجهة الخلفية من اللي غا نكملو وغادي تقبل لنا الصورة ديالنا وهنا غايدوزل لنا لطاب سويدونت اللي هي انني ناخد سيلفي بالهاتف ديالي باش يتأكدوا فعلا بان صاحب البطاقة الوطنية هو فعلا الشخص اللي غادي يفتح لحساب اذا هنا يا كيقول لك حيد كسكتا حيد نضادر يعني اي حاجة اللي غادي تتدرق الملامح ديالك تقول لك حاول تمشي الشي بلاصة اللي في هدو وكذلك كيقول لك فيرفي واش الكونكسون عندك مزيانة ملغة طفر لنا هالثلاثة ديال الشروط غادي ناخدوا سيلفي ديالنا من بعد ما التقطنا الصورة ديال السيلفي ديالنا وتقبلت لنا غادي ندزول هنا يا غا نحاولو نملؤو هاد المعلومات كندخلو بي دو ريزيدانز الدولة اللي كان قطنو فيها وكذلك المدينة اللي كان قطنو فيها وهنا كندخلو رمز البطاقة الوطنية ديالنا وكذلك تاريخ انتهاء صلاحية هاد البطاقة كندخلو بي دو ريزيدانز الدولة اللي كان قطنو فيها وكذلك المدينة اللي كان قطنو فيها ولكود بوستل الخاص بهاد المدينة والادرس اللي اللي كنسكنو فيه اللي يخليكم هاد المعلومات تحاولو يكونو صحيحة لأنه اي كونتاكت مع الاجونس ديلكم تكون في هاد الادرس او رقم الهاتف او الجيميل الخاص بكم هنا تقولنا واش الادرس اللي درتونينا هو فعلا الادرس اللي كانت في البطاقة الوطنية ديلكم إلا كنت نفس الادرس كتديرووي إلا كنتو بدلتو او تنقلتو المكان آخر كتديرونا وكيعطوكم تعمرو الادرس جديدة هناك يعطونا نعمرو شي معلومات خاصة بالضومين ديالنا او ضومين العمل ديالنا فلي كنا كنشتغلو كنعمرو حل حسب فين خدامين ولكننا بقي كنقرأو كنجرو بأننا بقي كنقرأو هناك يقولوا إنك كيفاش بغيتو تعمرو الحساب ديالكم أول مرة واش اس بيس ولا شيك ولا فيرمون يعني إلا كنت اس بيس ستمشي للاجونس ودفع إلا كنت فيرمون ستتصفت من حساب آخر ديالك ولا ديال الواليد ديالك لهذا الكونت هذا ولا إلا كان شيك ستمشي تعمر الشيك وتحطوه في الاجونس ديالك انت كتختار أنا كنختار اس بيس ولا فيرمون على حساب انت شو بيت تختار هناك يقولون نا انتم واش سكنين أبرتمو ولا منزل ولا في السكنين بالضبط ثم كتختارو على حساب نيت فاش كتسكنو واش في أبرتمو ولا فيلا ولا على حساب ثم هناك يقول لكم واش كارين واش رانين واش جيل الوالدين واش جيل العامل انتم ما ديرو على حساب كذلك المعلومات الصحية حدي لكم هناك يقولون لنا اختاروا الاجونس اللي بيتو تكريو في هذا الحساب من طبع الحال هتحاولوا تختاروا الاجونس اللي قريب الإقامة ديالكم يعني نفس السكتور او نفس الحومة وهنا برافو كملتوا جميع اللي زيطاب اللي اعطوكم باش تعمروا وباش تنشؤوا الحساب ديالكم وهناك يقولون نا بلي فوتر دوسيه يدي زومي كومبلي يعني راه كامل ولكن قليكي سر انشوفتنى دوسيه فور تخيتمون يعني باش تصفت هاد دوسي ديالكم او هاد المعلومات يترات terrهم او لاجونس اللي غدي يشوف هاد المعلومات فائلا وصحيحا واشت großen تتوفر فيك الحساب انو من ر Евتح ملولر فJohn ديرو انشوفتنى دوسيه هنا كتبالينا فى اللي بلي فوتر دوسيه اك Baron دو تخيتمون و يعك توصلنا hugba رسالة كذلك في الجمال بللي دوسي ديالكم هنو كنتراتيو فيه إذا إخواني كان هذا هو الشرح البنكاليك إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أخياتنا وتدير جيم وتبرتجي الفيديو مع الأصدقاء وإذا كانت هدية أول زيارة لك للقناة و أعجبك المحتوى لنا فتنسى أختي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يوصلكم الجديد لنا أول بأول و دمتم في رعاية الله